اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتوفير كافة التسهيلات التي تمكنها من القيام بدورها الديني ورسالتها في نشر القيام الإسلامية التي تحض على الوسطية والتعايش واصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمره الكريم لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليعادة بناء جامع المهزع ليكون معلما دينيا وتعليميا كما كان ومعمارا تاريخيا من جهتها كدم علي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه فور صدور الأمر الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن عادة بناء جامع المهزع فإن الوزارة بدأت في الأعداد لخطة عمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لتطوير هذا الجامع بشكل يتماشى مع عمقه التاريخي وطبيعة المنطقة التاريخية والتراثية وبما يعيد إحياء دوره الديني ماري بنع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه الدائم بالدور العبادة وحرصه على أن تكون في وضع إنشائي يتناسب مكانتها الدينية وأهميتها عند المسلمين